وقال أبو الغيط أن السودان يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة تتفاقم بفعل الفيضانات والسيول الأخيرة التي ألحقت الضرر بنحو 32 ألف أسرة في 13 ولاية الجرح المفتوح في فلسطين لا يحرف أنظارنا عن جراح مفتوحة في أوطان عزيزة علينا لا زال السودان يعيش أزمة قد تكون هي الأشد وطأة من الزاوية الإنسانية تسوية السياسية ووقف الاحتراب ما زالت أهدافا بعيدة المنال والأزمة مستحكمة وجاءت كارثة الفيضانات والسيول لتضيف مزيدا من الألم إلى المعاناة القائمة لقد تضررت نحو 32 ألف أسرة سودانية في 13 من ولايات السودان وقال مدير منظمة الصحة العالمية في زيارته لبورت سودان قبل يومين أن النظام الصحي في المدينة على وشك الإنهيار لقد بات الأمر يحتاج من الجميع دولا ومنظمات إلى تكاتف عاجل مع السودان وأهله لتجاوز هذه المحنة الإنسانية التي يعيشها على أكثر من صعيد فالأزمة الغزائية في هذا البلد هي الأسوأ على مستوى العالم وأوضاع النازحين بالغة الهشاشة ولا يجب أبدا أن يترك السودان وحده في مواجهة هذه النوازل ترجمة نانسي قنقر